قراءة القرآن من الجوال هل يلزمها طهارة؟ وكذلك لمس الآيات في الشاشة؟ لا ما يلزم طهارة طهارة إنما تكون لمس المصحف مباشرة لمس المصحف مباشرة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر هو الجوال المسجل فيه القرآن هذا المكتوب فيه القرآن على شاشته هذا لسه مصحفا هذا جوال فلو أن يقرأ فيه وأن يحمله وأن يمسه ولا حرج في ذلك ولو كان على غير طهارة لأنه ليس بمصحف ولا يأخذ أحكام المصحف نعم